الذكاء والدهاء والمكر هم العامود الأساسي بالسياسة الاستراتيجية الإيرانية إيران لن تهاجم أبدا دولة ذات سيادة ومستقلة وقوية ونووية علما إن إيران وباكستان تربطهم علاقات تاريخية كبيرة يا أخي وتعلم إيران جيدا إن 250 مليون باكستاني والجيش السابع في العالم الباكستاني والقوة النووية الباكستانية وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم رئيس أركان الجيش الباكستاني لديه القدرة على عزل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هي تعلم هذه جيدا الظاهر الاتفاق بين إيران وباكستان واضح والدليل على ذلك البلدين في القصف لم يستهدفوا مصالحهما الجيش الإيراني استهدف البلوش الإيرانيين الذين يعارضون حكم خامناء وحرسة ثورة الإيرانية الجيش الباكستاني استهدف جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان البلوش الباكستانيين الذين يعارضوا حكومة إسلام آباد إذن القصف بالجانبين لم يستهدف مصالحهما بل استهدف أعداؤهما بالطرفين هذا من ناحية الصاروخ الذي أرادت ترسل إيران رسالة له ليست هذه الصواريخ الصاروخ الذي استهدف منزل رجل الأعمال بيشرو أنا وأنت إذا تخاصمنا هل من المعقول إذا أهجم عليك أذكر الأسلحة والتي وأقول أنا هجمت عليك بالصاروخ 110 الفاتح ولهذا هذا الصاروخ الذي استهدف هذا الرجل هو صاروخ استراتيجي سري روسي من نوع كروز هذا الصاروخ يطير على ارتفاعات واطئة ممكن السيطرة عليه وتوجيهه بالأقمار الصناعية يقترب على الهدف يصعد إلى أعنان السماء وينزل بدقة متناهية الخطأ المسبوح به متر واحد هذا الصاروخ هو الرسالة إلى إسرائيل لكن المحزن والمؤسف هو لم ترسله إلى إسرائيل بالاستهدفة به الإقليم الذي لا خلاف له معه على أقل تقدير هذه الفترة بعد أن قام الإيرانيون بتعديل الاتفاقية بينهم وبين الإقليم التي عقدت تسعينيات القرن الماضي وبهذا أيضا رضيت رئاسة الإقليم وقامت بسحب الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة إلى داخل الإقليم بعد أن ساعدت المنظمات الدولية ببناء كمبات لهم مع العلم الاتفاقية الإمنية كانت تقر بأنهم يبتعدون عن الحدود 40 كم وأيضا لا يقتنون أي سلاح متوسط أو ثقيل نعم سيد سيد أعياد عندما نتحدث اشتركوا في القناة